الدرس أربعة الجزء الثاني حماية السمع من المؤثرات المزعجة الهدف أتعرف أنماط وقاية عضو السمع واحد أبحث راقب سلوكك طيلة أسبوع وعمر هذه البطاقة تدريجيا الحواس حاسة السمع سلوكيات تحافظ بها على حواسك في البيت عدم تشغيل التلفاز أو المذيع بصوت مرتفع وعدم سمع الأغاني الصاخبة عند استعمال سماعات الأذن في الطريق تجنب أماكن الضوضاء اثنان الإشكالية جلس مروان ساعات أمام الحسوب يمارس ألعابا وينصت إلى موسيقى صاخبة أحيانا ما رأيك في سلوكه؟ ثلاثة أعبر أعبر عن رأيك في سلوك مروان مع التعليل ما يقوم به مروان أثناء مقوثه أمام الحسوب فيه ضرر كبير على حستي السمع والإبصار رغم ما في الأمر من منفعة تلقيه لمعلومات مجدية أولا لأنه يجلس لساعات وساعات أمام الحسوب دون اكتراف ثانيا شدة التركيز المبدد أثناء ممارسته الألعاب الإلكترونية وهذان سببان كافيا لإضعاف بصره واحدث نوع من الصداع وحكة في الجفن أما السبب الثالث هو لسماعه للأغاني الصاخبة والتي ستصيب حتما طبلة أذنه وستلحق بها الضرر المؤكد حتى وإن قصرت مدة إنصاته أربعة أتثبت يزوركم طبيب المدرسة بصفة دورية ما هي الأعمال التي يقوم بها؟ ولماذا؟ يحرص الطبيب أثناء زيارته المدارس على الكشف على التلاميذ بالاطمئنان على سلامة حاسة السمع بالقيام بفحوصات ضرورية عاد أخوك مساء يوم صيف من البحر وهو يحس بصعوبة في السمع ما سبب ذلك؟ السبب الرئيسي في صعوبة السمع هو تعرض كلا أعضاء الحس لديه إلى تسرب للمياه المالحة وعدم تجفيف أذنيه وترك المياه محبوسة بداخلهما قمت بجولة في المدينة لقضاء بعض الشؤون وعند عودتك لحظت أمك بعض الانزعاج على ملامحك سألتك عن السبب أذكر ما قلته لها لقد سئمت يا أمي ضوضاء الشوارع فبالكاد أقدر على سلك الطريق لكثرة السير وضجيج السيارات بالإضافة إلى مخلفات وسائل النقل من روائح كريهة لمحركاتها التي أوشكت على خنقي إلى متى سنبقى على هذه الحال يا إلهي؟ لم أعد قادرا على العيش في طمأننا 5- أطبق استخرج مما يلي السلوك الذي يضر بإحدى حواسك وبين كيفية تجنبه السلوك الذي يضر بإحدى حواسي هو أن أستحم في مجرى ماء وادي لأن ذلك يضر بالجسم لأننا نعلم أن الماء في مثل هذه الأماكن العرضة للتلوث بالنفايات وفضلات الحيوانات لذلك الحواس ومنها حاسة السمع قد تتضرر من جراء الجراثيم المتكاثرة في هذه النية وللوقاية من ذلك أتجنب السباحة في هذه الأماكن 6- أعلم إن النجاح في الدراسة يتوقف إلى حد كبير على سلامة حواسي الوقاية خير من العلاج إذن بعد الاستحمام نظف أذنيك برفق ولا تستعمل أشياء حد ومصننة 7- تعلمت أتأمل الصور والبطاقات وأكتب نصائح تساعدني على حماية حواسي لحماية حسة السمع يجب الحرص على نظافتهم الدائمة عدم استعمال الأشياء الحادة لتنظيف الأذن عدم المكوث كثيراً أمام شاشة التلفاز والحاسوب تجنب الاستماع إلى الأغاني الصاخبة وضع سماعات تقي الأذن عند التواجد في أماكن بها أصوات صاخبة لمرهف السمع مراجعة الطبيب من حين إلى آخر والاطمئنان على سلامتهما 7- أسئلة للتوسع ماذا يعتمد فاقد السمع الأصم للتواصل مع غيره؟ يعتمد فاقد السمع للتواصل مع غيره؟ على حصة البصر من خلال رؤيته للإشارات وترجمتها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر